أحمد عدل كمال في كتابه النقط فوق الحروف قال فيها أقرأيكم كلمتين بس كلمتين من كتاب أحمد عدل كمال اللي هو قدام حضراتك وارجعوا روح يقول عن فرق الجوالة بذرة النظام الخاص الدموي بقول أذكروا تلك التوابير الاستعراضية الضخمة التي كان يتراوح عدد المشاركين فيها بين الستة ألاف والعشرة ألاف جوال كنا ننتهز الفرص ده ماذا يقول أحمد عدل كمال لإجراء هذه الاستعراضات في الشوارع لم تكن تلك المناسبات مقصودة لذاتها دائما وإنما كانت ذريعة وكان بيت القصيد إظهار قوة الجماعة ومظهرها العسكري ولفت النظر إلى أن الجوالة بالذات في القوة العسكرية للجماعة وفي هذا صرف النظر عن التشكيل الجديد الذي أعد سرا وفي كتمان تام بعيدا عن مظهريات الجماعة وهو النظام الخاص دي الجوالة اللي ذكرها في كتابه أحمد عدل كمال بيقول كنا نقوم بهذه التظاهرات وهذه التدريبات في الشوارع عشان نخوف الناس عشان نعرف الناس دي البدايات في الخمسينات والأربعينيات والثلاثينيات بقول للشيخ حسان ألم تقرأ عن الجوالة يا شيخ حسان ألم تعرف عن تاريخ الجوالة وما قامت به هذا التاريخ وهذا المقصد موجود في الكتاب نقط فوق الحروف بيقول كمال أحمد عدل كمال كنا نسعى كنا نسمي المسدس مصحفا يا شيخ حسان يا شيخ محمد كانوا بيسموا المسدس مصحف انت معك مصحف يا أخي ابعتلي مصحف يا أخي هاتلي مصحف يا أخي ابعتلي المصحف بتاعي يا أخي زبطلي المصحف بتاعي يا أخي هو اللي بيقول مشان اللي بقول مش من عندي والله والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد كنا نسمي المسدس مصحفا حتى لا نلجأ في أحدثنا إلى ذكر المسدسات تم تدريبنا على القنبلة اليدوية مليل 36 وشديد الانفجار ثم القنبلة اليدوية الحارقة إيطالية الصنع من طراز بريدة واستمرت الدروس المسدس وزلمشت المسدسات ذات الساقية إلى آخره وخرجنا مرات في رحلات تدريبية كان بعضها في جبل المؤطم أطلقنا فيها النار من أنواع مختلفة من المسدسات وكان بعضها في قرية عين الغصين بمنطقة قناة السويس وكانت قرية إخوانية بحتة أسأل الشيخ حسان هل هذه البداية يا شيخ كانت بداية دعوية هل ما أقرأه على مسامعكم وما ورد في كتاب أحمد عاد الكمال أحد أقطاب الإخوان هل هذه دعوة هل هذه سيرة نبوية هل هذه دعوة للتسامح هل هذا فقه للوضوء والصلاة والطهارة وإلى آخره هل ما أقرأه الآن يمثل دعوة لأنه قال أن هي بدأة دعوية وأنا بقول له يا شيخ أنت أخطأت التقدير أو المعرفة أو التعبير ولا أدخل في نواياك إنما الحقيقة تختلف عن ذلك بالكل يقول أيضا في كتابه نقطة الحروف أو فوق الحروف بيكلم عن البيعة بيكلم عن البيعة وأنا بسأل الشيخ حسان هل هذا من الدين هل البيعة من الدين أنا بسأل بولي بيقول وقمنا بأداء هذه البيعة أضع نفسي تحت تصرف القيادة سامعا مطيعا لأوامرها في العسر واليسر والمنشط والمكرى معاهدا على الكتمان وعلى بذل الدم والمال وعلى بذل الدم والمال بذل الدم بيبايع على بذل الدم يبايع مين بيبايع واحد زيه مش بيبايع القائد ولا ولي الأمر هل هذا من الدين أنا بسأل أنا مش عارف بسأل هل هذا من الدين هل البيعة الإخوانية وردت في السيرة النبوية هل وردت في الفقه النبوي هل نظام البيع الإخوان في الظلمة والبخور ويدك على المصحف ويدك على التاني على المسدس وفي الظلمة هل هذا دين إسلامي ولا كان ماسوني أنا بأسأل وأرجو أن الناس تفكر بعقل وبيدوق إحنا مش في اخناء أنا بقول تاني أنه الفكر يجابها بالفكر النهاردة حسان بيكلم بيقول اللي يحمل السلاح الدولة عليه أن هي تواجهه بالأمن واللي بيحمل الفكر تواجهه بالفكر أنا بكلمك يا شيخ حسان بالكلمة لا أملك إلاها وربما أنا يعني عابر سبيل على الحقيقة أحاول أن أعمق وأفكر وأوثق ما أقول بقول أنا برجع للناس اللي حضروا وعيشوا وقالوا بيقول الراجل أن إحنا بنعاهد على الكتمان وعلى بدل الدم والمال وقد ذكر ثقة القيادة فينا ومع ذلك أشار إلى أن خيانة أو إفشاء سر سوف يؤدي إلى إخلاء سبيل الجماعة ممن يخونها وبيعت بيقول بيعت على ذلك وقد مددت يدي فوضعتها على مصحف ومسدس وقد وضع يده فوق يدي ولئن لم ترى شخص الرجل فلقد كان واضحا من صوته أنه الأستاذ صالح عشماوي ثم قام عبد الرحمن السندي وأخذ بيدي في الظلام الذي ما زلت لا أتبين خلاله شيئا فخطونا نحو باب الغرفة إلى الغرفة الأولى شديدة للإصطداءة فجلست بها لا أكاد أرى شيئا من شدة الضوء لفترة في حين أخذ عبد الرحمن أخانا عبد المجيد فأدى بيع مماثلة ثم عاد به وأخذ طاهر فبايع أيضا ثم عاد بيتكلم على النظام البيع وأنا أسأل هل هذا من الدين هل هذا من الثق أفيدونا أفادكم الله بيعترف عاد الكمال بيقول كلفنا بالبحث عن مكان مناسب بجبل المقطم يصلح للتدريب على استخدام الأسلحة والمفرقعات فقد كان جبل المقطم قريبا من القاهرة فهو لا يحتاج إلى أجازات أو صفر والمطلوب أن يكون المكان مغيلا في الجبل ميسورا للوصول إليه بالسيارة وأن يكون صالحا كميدان ضرب نار وأن يكون مستورا عن الأعين وأن يكون به ما يصلح أبراج مراقبة للحراسة ووجدنا كل ذلك كل تلك الصفات في موقع حين وقعناها على قراءة المساحة وجدناها عبرت عنه بالأسمرات منطقة اسمها الأسمرات الأسمرات دلوقتي كانوا واخدينها ميدان للقتال وضرب النار والتدريب اللي احنا دلوقتي عملناها مكان لإستيعاب أهلينة اللي كانوا موجودة في الشوارع والعشوائيات في أكتر من مكان أحمد عدد الكمال بيتكلم على عبد الرحمن السندي ومحاولات الإخوان لاختراق الجيش والشرطة وبيتكلم على ما قام بها عبد الرحمن السندي بالمحاولة اغتيال الذي تلاه في رئاسة التنظيم السري بعد وصول مأمون الهضيبي إلى السلطة ويعزل عبد الرحمن السندي وفاكرين وقعت مغلف الحلاوة بتاعة المولد اللي تم تفخخها وتفجيرها في الرجل الذي اختاره الهضيبي مأمون الهضيبي مكان عبد الرحمن السندي اتصور انه ما جاءت كتاب أحمد عدد الكمال يقول وقع الاختيار على حسن عبد الحافظ بتكلم على اغتيال بعض عمليات الاغتيال للتنظيم السري بيقول لم تكن مفاجأة لي أن أعلم أنه لم يكن رأيي وحدي وأن هناك غير من تطوع على اغتيار الخازندار قاد الخازندار إذن لم تكن حادثة اغتياله حادثة فرضية بيقول وقع الاختيار على حسن عبد الحافظ ومحمود سعيد زينهم لاستياد الرجل مين اللي بيقول ده واحد من قادة الإخوان بيتكلم على اغتيال تم بمعرفة التنظيم السري للإخوان بيكلم أحمد عدد الكمال بيقول أنه وقع الاختيار مين اللي اختار الجماعة على واحد اسمه حسن عبد الحافظ واحد اسمه محمود سعيد زينهم لاستياد الخازن دارباشر استياده وبعد مراقبة الرجل أياما علم أنه يذهب إلى المحكمة في باب القاهرة في باب القاهرة ويعود إلى حلوان بالمواصلات العادية سيرا على الأخدام إلى محطة سكة حديد حلوان ثم اختر حلوان إلى باب اللوء ثم المواصلات المعتادة كذلك أبانت الدراسة عاملين دراسة على الرجل أن قسم بوليس حلوان لا تتبعه سيارات وعلى ذلك وضعت الخطة أن ينتظر خروج الرجل من بيته فيغتال حسن بالمسدس بينما يقف له محمود حارسا وحاميا لانسحابه بالمسدس وبقنابل يدوية صوتية ثم انسحبان ويمنعان تتبعهما من الجماهير بإطلاق الرصاص في الهواء وإلقاء القنابل ويكون انسحابهما في غير تتبع من أحد إلى بيت عبد الرحمن ولقد بات ليلاتهما عنده أيضا في هذا البيت بيت عبد الرحمن السندي بيقول في الصباح الباكر وقبل الموعد المعتاد لخروج الخزندار من بيته كان الصائدان اللي هم الاتنين الإخوان اللي كلفوا باغتياله سماهم الرجل الصائدان يترصدان ذلك الخروج ثم خرج في خطوات وبدأوا فيه عملية تنفيذ ما تم التخطيط له ونجحوا في ذلك وهرب القاتلان إلى جبل المؤطم وعصرهم البوليس وقبض عليهم وتظاهر حسن بالمرض والعصبي واحيل لمستشفى الأمراض العقلية واتحكم صدر حكم على محمود زينهم في بالأشغال الشقة في 22 نوفمبر 48 خليني بس أقول لحضراتكم بيقول أحمد علي كمال كان اهتمامنا بمحمود زينهم وحسن عبد الحافظ بالغا كنا نعد لعملية أكبر هي تهريبهما من السجن باقتحامه ليلا وإخراجهما منه يبقى هم يكلفوا الولدين يقتله خزندار وقتله خزندار وهربهم واتقبض عليهم واحد قال أنا مجنون والتاني دخل اتحكم عليه فقال إحنا كان هدفنا أنه نقوم باقتحام السجن وأن احنا نهربهم من السجن بيقول تم الدراسة العملية مباني السجن من خارج وما أسالكه من الداخل ونظام الحراسة فيه وأعدت المعدات الاختحام سلال من الخشب يمكن أقسم بالله العظيم ما ورد في الكتاب أحمد عدل الكمال نقطة الحروف بيعكس أن هذا تنظيم مجرم إجرامي كل من انتمى إليه مجرم وكل من دافع عليه أشد إجرامة ارجعوا وراء بدعوا شباب الإخوان وبدعوا شيوخ اللاشي شيوخ المنطقة الرمضية اللي عايزين يردوا كل الأطراف ارجعوا اقرأوا تاريخ الإخوان مش مني مش مني مش من أجلسة الأمن مش من الملفات الموجودة في أجلسة الأمن لا 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 ارجعوا اقروا الكلام اللي قاله الإخوان عن بعض ارجعوا اقروا مذكرات واحد اسمه أحمقه الكتاب موجود قدامك يا جماعة هاتوه هاتوه اقروه هاتوه كتابه اقروه وانا ادعو معرفش مين يقدر يخش هذه المعركة وناخد هذه الكتب أربع خمس كتب ويتعاملوا كتاب ده دول شهارة الإخوان عن الإخوان ده كتاب يا جماعة لازم نستقرأه ارجعوا اقروا شوفوا الإخوان قالوا ايه على بعض ارجعوا شوفوا اعترافات الإخوان عن التنظيم السري وعملات القتل هو في حد لسه دلوقت بينكر إن الإخوان بدأ تنظيم سري دموي ما استفزيني النهاردة واثرني هو شهادة هي شهادة لله ولا شهادة للناس ولا شهادة بين البين أنا معرفش والله ما عايز أدخل في نوايا حد ولا أشكك في حد ما عاد الله وإنما أنا أميت فقط هذا اللغط من على هذه الشهادة ويقول الشهادة اللي بتقول إن هما تنظيم دعوي غخاطئة وتحول للسياسة خاطئة هو كان تنظيم من الأول سياسي دموي مخابراتي أجنبي خلية أجنبية ومازال بيستخدم الدين حتى هذه اللحظة والدين منهم براء